من السمنة إلى الوزن المثالي والصحة من عالم الهندسة إلى عالم الصحة والتغذية من تناول السكريات والنشويات إلى تناول الدهون متغيرات ومتناقضات مش بس غيرتلي صحتي وعافيتي غيرتلي حياتي وصحك وحياة المتابعين اللي بتابعوني على كل وسائل التواصل الاجتماعي اليوم بدنا نتطرق انه شو بصير في جسمك لو انت قررت تاخد هاي التجربة وتقطع النشويات والسكريات لمدة 30 يوم وخلينا نشوفها في حلقة اليوم أكيد أهلا وسهلا في العرب من المحيط إلى الخليج أهلا وسهلا في العرب في كل مكان معكم مقدمكم أحمد سمارة وانت على برنامج صحة بلس مع سمارة رفقونا أكيد بعد الفاصل وراجعين انا مهندس مدني استشاري متخصص في تصميم المباني العالية والمقاومة للزلازل مع ضغوط العمل والحياة والضغوطات الاجتماعية واحد بنسى حاله وبنسى صحته وببلش يزيد في وزنه وزي بقيت هالناس بلشت رحلتي بزيادة الوزن واكتساب الأمراض المزمنة زي ارتفاع ضغط الضم والجوع المستمر المترافق مع زيادة الوزن كمؤشر على بداية إصابتي بمقاومة الإنسلين ورحلتي بطريق لبدايات الإصابة بالسكري إلى أنه في يوم من الأيام كنت عم بحضر فيديو على اليوتيوب كان عم بحكي عن شخص بحكي إذا بكتخسر دهون كل دهون كان عم بشرح عن رجيم جديد رجيم في هداك الوقت ما كان حدا يعرف فيه في العالم العربي ألا وهو حمية الكيتو اللي ما بيعرف حمية الكيتو هي حمية قليلة النشويات فبالتالي بتصير عالية في الدهون بتعطي شعوره بالشبع والأهم من هيك بتنزل وزنك زي الصاروخ أنا في هداك الوقت كنت يائس صر لي سنة عمالي بعمل حميات اللي هي العادية قليلة السعرات وبنزل كيلة وين وبرجعهم من تاني فوالله قلت تاني يوم بلشت بالكيتو وفعلا أطعت كل النشويات والسكريات وصرت أركز على أكل اللحوم والخضار والدهون فعلا نزلت من 92 ل73 كيلو خلال الست سبع أشهر اللي أنا التزمت فيهم بهاي الحمية لكن اللي صار معي أنه أنا ما حبيت أترك هاي الحمية لأنه نتائجها الصحية على جسمي كانت كثير أحسن لدي الحميات التانية قررت أنه أتعلم في الكيتو أكتر أتعلم في هاي الحمية أكتر أخذت الشهادات المختلفة إلى أن فتحت قناتي على اليوتيوب حتى أنتشر هذا العلم للعالم وقفيت فيه الناس زي ما أنا استفدت من هداك المقطع بالفيديو وبالأخير قررت أني ألحق شغفي وأترك وأستقيل من شغلي ووظيفتي وأروح أسجل في الجامعة في كلية الصيدلة في كلية التغذية والحميات السريرية وهيني أنا قدامكم رح نتناقش في موضوع هاي الحلقة بناءً على خبرتي بناءً على تجربتي وعلى علمي وحنقولكم خبرة المتابعين اللي بتابعهم واللي بدربهم في أولاً بأول يلا خليناً بلش بالتفاصيل تعرف أنه أنت بتستهلك تقريباً من 225 ل300 جرام من السكر يومياً موزعة على أكلك بشكل عام فخليني أفرجيك كم معلقة سكر أنت بتاكل إذا بنقسمهم لمعالق شاي فهم 60 معلقة وإذا بنقسمهم لمعالق طعام فهم 20 معلقة طعام من السكر يومياً تاكلهم على الأشكال المختلفة تعالوا نشوفهم هاي معلقة معيارية 15 جرام سكر تقريباً هاي هيك صاروا 30 51 هاي وصلنا 150 170 214 214 وهدول 300 جرام من السكر اللي أنت بتاخدهم في اليوم إذا بدك تاخد 60 في المية من أكلك نشوي 225 لما تتخذ القرار بأنك تترك السكريات والنشويات أكيد رح يدخل جسمك في إعراض ومشاكل مختلفة أثناء عملية التكيف لهذا التغيير فإنت ما رح توقف سكريات عادية هتوقف تقريباً 300 جرام من السكر أنت كنت أخدهم يومياً وتتحول تقريباً لتناول 30 أو 50 جرام من النشويات والسكريات فبالتالي في أول أيام أكيد رح يبلش المخزون السكر عندك ينزل في الدم وقراءات السكر عادةً بتبلش تنزل خلال اليوم الأول والثاني نتيجة فقدانك للسكريات اللي أنت عم تحرقها بدون ما تعوضها في الأيام اللي بعدها أول يومين بصير فيه فقدان كبير بالسوائل فمن المعروف أنه كل جرام من السكر بيحتوي على أربع جرامات أو بحوطه أربعة لثلاثة فاصلة سبعة جرامات من المي فبالتالي بصير الشخص بحس أنه عم بروح كتير رايح جاي على الحمام تبول 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 الله يكرم السامعين فالنتيجة بتلاقي أنه فيه نزول في الوزن في أول أيام ومرات نتيجة فقدان الأملاح المرتبطة مع هذه السوائل ممكن يزيد تسارع في عضلة القلب أو عملية الدوخة أول ما يوقف بسبب انخفاض الضغم طبعا تناول شوية ملح مع عصير الليمون تبعك بيعالج هذه المشكلة هادي وبيحلها أكيد في اليوم الثالث وهو أسوأ يوم ممكن يمر عليك لما تقطع النشويات السكريات لأنه خلاص الميت جرام الموجودة في الكبد من الجلايكوجن وهو طريق التخزين السكر في الكبد على شكل سلاسل من الكربون الطويلة سلاسل من السكر الطويلة فلما يخلصوا الميت جرام هدول خلاص ما في مصدر تاني للطاقة فبتصير أنت كيف لما السيارة تفضل الخزان تبعها؟ نفس الأشي فبتصير الشخص بدخل إلو أعراض انسحابية للسكر بتخليه يكره الأرض اللي ماشي عليها عصبي بتنرفز بسرعة صداع مستمر في اليوم الثالث ما عنده طاقة ونشاط بالإضافة إلى دوخة مرات بالذات عند الوقوف كل هذه الأعراض ممكن يتغلب عليها الشخص برفع استهلاكه من البروتين طبعا بروح بنام في هديك الليلة وهون ببلش السحر لما بنان في الليلة الثالثة على الرابعة يعني الليلة اليوم الرابع الجسم بكل بساطة ببلش يحرق الدهون وبيجوز بأول مرة بحياتك بتبلش تحرق الدهون بهذه الطريقة النتيجة نتيجة تحرقك للدهون أكيد رح يتبلش جسمك ينتج أجسام نسميها الأجسام الكيتونية نتيجة تحرق الدهون في الكبد وبيبلش ينتج مصدر جديد للطاقة يغذي الدماغ بتغذية الدماغ ببلد فئة تاني يوم الصبح نشيط ما عندك صداع ما عندك إرهاق ما عندك تعب اختلاف جذري بين السماء والأرض بين هاليومين المختلفين أجسام الكيتونية هي أجسام تنتج نتيجة حرق الدهون فبالتالي هي نفسها زي مناكير الأضافر لما تشيري مناكير الأضافر الأسيتون هو أحد هذه الإسام الكيتونية بيستخدمها الدماغ بكفاءة في إنتاج الطاقة بيستخدمها العضلات عضلة القلب الأمعاء كل أجهزة الجسم تستخدم هذه الأجزاء طبعا في اليوم اللي هو الخامس بصير فيه استقرار في قراءات السكر وبتنخفض هذه القراءات للأسفل بتصير عندك تقريبا قراءاتك إذا ما عندك سكري بين الثمانين والسبعين ممكن تنزل أكثر من أقل من سبعين للأشخاص اللي بياخدوا أدوية سكري ضروري يراجعوا الطبيب لأنه ممكن يصير عندهم هبوط في السكر وضروري طبيبهم يقللهم الجرعات للأدوية اللي بياخدوها لأنه بلش يتعافى من مقامة الإنسولين بالتدريج طبعا اليوم السادس والسابع بتكون أنت بلش دماغك يحرق هذه الدهون بكفاءة عشان هيك بصير تركيزك أعلى ونشاطك عالي وبتصير بلشت أنت على الطريق للتخلص من عبودية السكر وبأكيد بيبين الكيتونات عندك في الدم في البول وفي نفسك فحرفيا أنت بتكون تتنفس دهونك عشان هيك بصير فيه فقدان كبير للوزن في هذه الفترة تقريبا 3-7 كيلو بس سوائل ودهون في أول أسبوع تعرف من وين ممكن تجيب 300 جرام سكر في أكلك لأنت هلأ بتاكله ومو صعب تجيبه رغيفين من الخبز بتاكلهم في اليوم يحتوي على 60 جرام من النشويات والسكريات صحن الرز الكبير يحتوي على تقريبا 90 جرام من النشويات بالإضافة العصير كوب بايت عصير واحدة 250-225 جرام تحتوي على 30 جرام من السكر الخام إذا بدك تاخد كاسة الحليب فيها 12 جرام من السكريات والنشويات بالإضافة أنه 3 حبات فاكهة فيهم 45 جرام من السكريات والنشويات لو أخدت 7 أكواب من الخضار بيحتوي على 35 جرام من النشويات نصهم لا يتم الاستفادة وانتصاصهم لأنه بروحوا للبكتيريا هم ألياف إلا لو أخدت التمره فيها 10-15 جرام من النشويات لو جمعنا الأرقام التي أعطتكم إياها اللي أنت ممكن تأكلها بسهولة في يومك بدون ما تعرف بتكون حصلت 302 جرام من السكر اللي هم هدول في بداية الأسبوع الثاني أنت بتكون خلصت الأسبوع الأول فاقت تقريبا 3-7 كيلو جرام من وزنك من السوائل اللي كانت محتبسة عندك بالإضافة اللي شوية من الدهون إذا كنت أنت صديقي مريض بالضغط فأنت أكيد لازم تروح تراجع طبيبك لأنه ضغطك النازل هاد بصير خطر عليك بضلك تاخد علاجاتك فلازم تراجع الطبيب حتى يخفف لك الجرعة بالتناسب مع القراءات اللي أنت عمالك بتسجلها لما أنت دخلت على الأسبوع الثاني قراءات السكر هتكون ممتازة ورائعة مستقر الاستقرار مو طبيعي أنت بحياتك ما تعوت عليه نهيك على الإنخفاض المستمر فحتكون السكر عندك تقريبا بين السبعين والثمانين نتيجته رح يكون فيه مزاجك عالي تركيزك صافي لأنه دماغك عماله بيعمل بـ 80% من طاقته على الدهون على الكيتونات وطلع 20% فقط على السكر هيتغير رائحة الفم أكيد رح تلاحظه لأنه هيتصير رائحة الأستون اللي بنتج من الأجزام الكيتونية هو أحد الأجزام الكيتونية واضح على نفسك بس انبسط لأنه هاي عبارة عن دهون عم تخسرها وبالتالي وزنك رح ينزل ويستمر بالنزول اللي هتلاحظه أنه زوال التعب اللي بصير عندك دايما لما أنت عمالك بتاكل وجباتك المختلفة فبدل ما أنت بعد ما تاخد وجبتك تسطل وتحس حالك نعسان وترتمي على تختك هتحس أنه بالعكس ولا كأنك أكلت طاقتك ونشاطك زادت الهاي الظاهرة اللي كانت تصير عندك كانوا يسموها لأن السكر والإنسولين بطيروا للسماء فالإنسولين بنزل السكر فبصير عندك انخفاض هذا السكر وبعض الرياضيين من كترهم بيأخذوا سكر هاي الظاهرة بتوديهم على المستشفى بسبب هبوط السكر والإغماء أكتر إيش رح يعجبك هو اليوم العاشر للأربعة عشر في هذا الفترة بكون تقريبا خلايا الذوق عندك تغيرت تعرف أن الشخص ما بفقد قدرته على التذوق لأنه كل عشر أيام لأربعة عشر يوم تتغير عندك اللي هي المستقبلات الذوق فإنت صار لك تقريبا عشر أيام ما تناولت السكريات شو بتتوقع بالخلايا الجديدة؟ الخلايا الجديدة حساسيتها للسكر عالي جدا وبالتالي السكر اللي زمان كان عندك عادي صار مبالغ فيه حاليا هذا من أسباب اللي ما حتخليك تقدر ترجع تاخد السكريات زي زمان حبة التمر اللي كنت تاخد منها سبعة حتصير تاخد منها وتحسها أطر في بداية الأسبوع الثالث تقريبا بين اليوم 16-17 حتبلش تلاقي بشرتك صارت أصفة إذا كان عندك حبوب شباب حتلاقيها اختفت وبلشت تروح وصارت البشرة أكثر رطوبة وصفاء من المعتاد اضف إلى ذلك أنه نومك حيصير أحسن لأنه عملية التبول اللي أنت كنت متعود عليها حتقل ليلا بالذات مرضى السكري اللي عادة بفيقه 3-4-5 مرات في اليوم نتيجة إضرار البول المستمر حتى يتخلصوا من السكر المتراكم عندهم في الجسم عشان هيك حتلاحظوا أنه في نهاية الأسبوع الثالث في تغير رهيب في كفاءة النوم لأنه انت قربت تدخل لحالة الفات أدابتيشن أي التكيف على حرق الدهون الصافية قبل حتى ما تتحول لأجسام كيتونية فبيصير أجسام الكيتونية حسرا تقريبا على الدماغ اللي هو أساسا بياخد 80% من استهلاكه من هاي الأجسام فنومك تصير زي نوم الأطفال عميق بتنامس بالمساء وبتسحى الصبح بدون تقطع 300 جرام من السكر اللي هتاخدها من حميتك اليومية هتنزل كلها في الدم طيب تعرف قديش كمية الدم الموجودة عندك في العروق في الشرايين والأوردة؟ هاي لتر ونص هاي تلاتة لتر وهيك صاروا أربعة لتر ونص خمسة لتر موجود في عروقك من الدم هدول الدم الموجودين قديش فيهم سكر بدور لما يعطيك جهاز السكر ميت ميلي جرام تر دي سيلي تر معلقة شاي هي كمية السكر موجودة في كل الدورة الدموية في أي لحظة بتقيس فيها قراءة السكر عشان هيك الناس ممرضوا بالسكري من كثرة إسراف الاستهلاك من السكر بس تخلص انت الأسبوع الثالث وتنتقل للأسبوع الأخير من هاي التجربة تكون جسمك دخل في الفات أدابتيشن وهي عملية انه جسمك صار بتكيف وقادر على حرق الدهون بكفاءة حتى قبل تحولها لأجسام كيتونية الدهون صارت وهي بالطريق في الدم على الكبد عمانها بتروح للعضلات العضلات عمانها بتقدر تاخد حاجتها منها وتعطيك الطاقة والنشاط هاي الفترة ممتازة جدا للأشخاص اللي بدهم يرجعوا يمارسوا الرياضة بعض قطع النشويات فلأنه انت صار الدهون عندك تقدر تعطي العضلات والكبد صار مش لحاله بانتج السكر عند الحاجة صار الكبد والكلة بستطيع انتاج السكر لأنه الكلة بتستخدم 40% بتصير تعطي سكر والباقي على الكبد فالكبد بقدر ينتج المزيد من الكيتونات بالدماغ إذا لاقتك منيحة بتقدر عند قطعة النشويات تستمر بالتمرين إلى الأبد عندك خزان دهون كامل ما بتتوقع انك بتقدر توقف إلا لما تتعب بالإضافة انك حتلاحظ لما تطلع على المراية وانت بتفرشي سنانك انه لسانك اختفت منه الطبقة البيضة الفطرية اللي قد ما تحاول تفرشيها ما بتروح الفطريات اللي في لسانك كانت تتغذى على السكريات اللي انت بتاكلها والآن ما في سكر عم بدخل جسمك فبالتالي مع تغير خلايا اللسان جدران اللسان الخلايا الزوق تفقد انت الفطريات ولأول مرة بجوز بتلاحظ النظافة في لسانك بالإضافة لصحة المعدة والأمعاء فبيقطعك للسكريات انت برضو قطعت الخبز لانه مليان نشويات وسكريات فيه والقلوتين اللي موجود في الخبز بيستفز دايما جدرات الأمعاء وجدار الأمعاء بتغير كل ثلاث أيام مرة فبالتالي جدران الأمعاء صارت أحسن بسبب بعد القلوتين عنها جدران الأمعاء صارت اتخلصت من هذا القلوتين اللي عادتاً بده شهر ليطلع من السيستم عندك فلراحة النفخة حتلاحظ ان راحة الغازات والارتداد المريئي راح وصحتك كلاياتها اتحسنت أحسن فأحسن وأخيراً والسحر بصير في اليوم الثمانية وعشرين اللي هو الوقت اللي عادةً بتغير فيه الجلد الجلد البشرة الخارجية عندنا بتتغير كل ثمانية وعشرين يوم مرة فلما تيجيك طبقة جديدة من الجلد خالية من السكريات والنشويات مليانة بالبروتينات والدهون الصحية حيجي عندك بشرة نعمة زي بشرة الأطفال صافية خالية من الحبوب أقل بتجعودات بتلاقي إنه الشخص صار يصغر كل يوم أكتر فأكتر وأكيد هتكون خاسر لك تقريباً من ستة لعشرة كيلو في خلال هاي التجربة المثيرة المفيدة لصحتك أكيد بنهاية حلقتنا لليوم إنك تقطع السكر والنشويات موضوع مش صعب لكن مش سهل أول أسبوع بيكون صعب لأنه أنت فيه أعراض انسحابية لفقدانك للسكريات اللي أنت متعود تاكلها ومدمن عليها وخصوصاً إجراء الصخص عنده مقاومة إنسولين وضروري إنك تدير بالك إذا بتاخد علاجات السكري إنك تنسق مع طبيبك لأنه أكيد رح تخفض الجرعات اللي بتاخدها الأسبوع الثاني والثالث جسمك بلش يتعود على الاستخول في حالة الكيتونية اللي هي بعد قطع النشويات والسكريات هتكون فيه نومك أفضل تركيزك أحسن نشاطك أعلى بطلت تجوع راحة الدوخة والنفخة والغازات في المعدة بترتاح كل هذه الأعراض الإيجابية بتكون ممتازة توصل لقمة نشاطك في الأسبوع الأخير بعد ثلاث أسابيع من دخولك في هذه الحمية وبالتالي بتلاقي بشرتك صارت أفضل نومك صارت كتير عميق بطلت تروح الحمام تتبول بالليل بزات المرضى السكري مو سهل أنك تقطع سكريات النشويات بس مش سهل أنك تحافظ على صحتك إذا أنت بتاخدهم بنهاية حلقتنا لليوم إذا شفتوا المعلومات بالفيديو مفيدة إن شاء الله تقدروا تشيروها على قناتنا باليوتيوب للي بيحضروا اليوتيوب لأنه نشر المعلومة أكيد خير وزكاة العلم نشره وشوفكم إن شاء الله في الحلقات الجاي ومع السلامة باي اشتركوا في القناة